اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما بين الاشخاص انفسهم وعلى الرغبة انه ان يكون متواجدين في هذه القائمة على اعتبار انه ممكن في المستقبل ان تمثل كتلة مانعة في المجلس التشريع الفلسطيني لانه كل هؤلاء اللي يعني مركب يعني موجودين بالقائمة يدركوا انه هذه الانتخابات ليست فقط برلمانية وانما ايضا تحمل بعد سياسي كبير بمعنى انه كل يعني كل المركبات الفلسطينية تأتي داخل خيمة واحدة من اجل يعني في مخطط للذهب بعيدا الى تسويه من جديد او مفاوضات من جديد وبالتالي هؤلاء يدركوا هذه المخاطر ويريدوا انه يكونوا كتلة مانعة او اعتراضية على اي توجه جديد لمفاوضات جديدة عبثية مع الجانب الاسرائيلي وبالتالي يعني كل هؤلاء منحزين بالاساس لخيار المقاومة لانه نحن استبعدنا كل الاشخاص يعني استبعدنا الانجي اوز مثلا مثلا يعني هذا مهم واستبعدنا كمان لاصحاب الولاءات البعيدة والخارجية وابدنا لانه ساحة فلسطينية انكسها فلسطينيين الفلسطيني مش يعني بس يعني خلينا نقول هوية احنا دائما دكتور حسن نركز على الاسماء الستة الاولى في اي قائمة دعنا نسمع التقسيمة وكيف ركزتهم حتى وصولا الى رقم الثامن اولا اعتمدنا على البعد الجغرافي باعتبار انه احنا مع وحدة الوطن مع انهاء الانقسام بالتالي غزة والضفة والقدس في البدايات بدأنا يعني بالضفة انا بكون دكتور حسن نقريش الرئيس القائمة ثم يري ذلك دكتور انور الشاعر وهو رئيس بلدية رفح رجل يعني يحمل شهادة عليا ومدرس في الجامعة وبنفس الوقت يعني فيه عنصر الشباب ما زال الشابا ورقم ثلاثة اعتمدنا انه بنت تكون وتركزنا ان تكون من القدس وبالتالي اخذنا دكتورة او سيدي الريم العمري وهي معروفة ببرنامجها يعني خلينا نقول اللي بسموه سمت بدن او برنامج شدي حيلي كبلد وهذا بلاك رواج واستماع كثير عند الناس ثم بعد ذلك ايضا اضفنا شيء جديد لم يكن مضافا وهو انه رقم اربع ان تكون ايضا سيدي وهذه السيدي من منطقة كثيفة السكان بالخليل وهي ايضا تحمل دكتوراه بالهندسة المعمارية عضوة مجلس بلدي منتخب في الخليل وبنفس الوقت لها تأثير ولها بعدين بعد انه ضار الصغير مثلا هي اسمه تغريض الصغير من الخليل وايضا قسم كبير من متواجد في الكدس وبنفس الوقت عمها هو ابو هاشم الصغير وهو رجل انا بعتز اني عرفته في المجلس تشيئي الاول كان صادقا منتميا وبالتالي هاي الصورة اربعة او خمسة اخذنا الدكتور حسام الدجني وهو شخصية اعلامية معروفة محلل سياسي دائما يعني منحاز كما قلنا لخيار المقاومة وبنفس الوقت اخذنا رقم ستة دكتور معاوية المصري من نابلس باعتبار انه هذا شخصي يعني هلينقول لها بعد جماهيري وبعد خيري كثير وبدأ اقول جملة مهمة انه مثلا دكتور معاوية يمتلق يعني هو عندهم تكيه بيقدموا الف وخمسمائة واجبة غذائية كل يوم في رمضان للعائلات المحتاجة والفقيرة ويوزع هذا هو طلبة الجامعات جامعة النجاح تحديدا لبيوتهم وبالتالي في كثير من الخير في هذا الشيء هو صاحب تجربة في التشريع الاول هو جاب اعلى اصوات في نابلس جاب تسعة وتلاتين الف صوت في الوقت اللي احنا كنا ننجح تمن تسعة تلاف صوت وتجربة الثاني في الانتخابات لمح الف الحظ وبالتالي تم ذلك سبعة طبعا بدنا احنا خبير اقتصادي كمان بحثنا عن دكتور اخونا نصر عبد الكريم لما يتمتع به اولا خبرة اقتصادية له سمعة طيبة بين الناس وبنفس الوقت هو محلل سياسي واقتصادي وانا كان مرشح في فترة من فترات ان يكون وزيرا للمالية بالحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية لانه الناس تثق بهذا الرجل وبالتالي وجوده معناه كان وجود رائع طيب عند هذه النقطة تسمح لدكتور انتقل الى عسمة عسمة تعطيك العافية اولا نحن في البرنامج الشكل الذي نقدم به وبدأنا نطور كان لنا حلقة يوم امس واليوم حلقة نبدأ بخبير ثم معارض ثم رأس القائمة اليوم انت كخبير الان سمعت تشكيلة الاسماء وايضا كان لك قراءة لخلفية القائمة المظهر الهام كيف تحاكمه بشكل عام يعني تحياتي لك وتمنياتي بالتوفيق لدكتور ولقائمته ولكل القائم المتنافسة يعني انا احصد الدكتور ويعني كمان في نفس الوقت استغرب هذه الصراحة في الحديث عن مركبات القائمة يعني تحدث عن ابعاد بعد العائلي العائلي الجغرافي وتحدث بصراحة متناهية انا اعتقد انه يعني هذه القائمة تحسب تسجل عن انها قائمة مستقلة ولكن لا يوجد قائمة مستقلة بنظر يعني هو تحدث انه قائمة مستقلة بمعنى انها ليست تابعة لحزب بشكل مباشر ولكن في توجهاتها انا لاحظ انه هي يعني تنتمي لتيار حازة لتيار سياسي فكري واضح يعني توجهه وتحدث عن المقاومة تركيبتها ايضا متنوعة ويمكن الملاحظات قد تكون يعني ايجابية ولكن احيانا بتدخل حتى المصوط في حيرة يعني هذه القائمة بتتحكي عن مقاومة بتحدث عن مقاومة اغلبها اكاديميين فيش وجوه يعني بارزة زي ما عملت مثل بكية الفصائل حطت اسراء او اهالي شهداء او اهالي يعني هذا غاب عنهم من الاسماء الاولى من الاسماء الاولى هذا يعني اعتقد يعني مصداقية وقوة شعار انك تحمل انت ثيار مقاومة اخره بضع علامات سؤال وهذا ممكن عندهم تفسير اله وايضا يعني مقاومة وتحديدا في بعدها الاسلامي اه في الفترة الاخيرة وممكن دكتور يعني حسن خلاشة عنده تجربة طويلة وهو اعلم ومعروف تجربته في تشريع الاول وايضا مواقفه السياسية ولكن ايضا يعني في دكتور رصد كريم هو معروف يعني خلفيته يسارية سخبير اقتصادي مهم ومعروف ومواقف الوطنية معروف ولكن خلفيته يسارية ومدرسته يسارية ريم العمر اللي هي رقم ثلاث في القائمة وهذا مكان بارز يعني ومهم ايضا يعني خلفيتها يعني علمالية اجتماعية اجتماعيا هي ايضا تميل للتفكير اليساري وهي الخلفية وبالتالي يعني بصير هوية القائمة بحاجة لتوضيح ممكن في البرنامج يتوضح اكثر يعني ولكن انا معتقد انه الجمهور اليوم احنا عنا بنحكي عن نسبة عالية من الجمهور المرة هويته مش معروف توجهاته مش معروفة يعني فيه مليون مصوت لأول مرة سيصوتوا وهدول يعني هاي الناس تتأثر بالسوشال ميديا اللي نمط حياتها طريقة تفكيرها يعني قراراتها مش راح تكون سهلة التنبؤ وبالتالي كيف انت ممكن تخاطبها بهوية سياسية اجتماعية فكرية اقتصادية واضحة في ظل هذا الخلط اللي يعني بس مجرد الاطلاع على الاسماء لمسته يعني هاي ملاحظة الاولية على الاسماء اللي ممكن انا سأذهب لهذا الحديث مع الدكتور نصر اذا سمحت لي دكتور يعني اولا يعني انا اعترف يعني وهذا يعني بانه دائما نسمع منك الرأي الاقتصادي المتوازن اليوم لكن كما اثار وهذا الذي اثار انتباهي كيف يمكن وانا لن اتحدث عن البرامج كما اشارت حتى لا ادخلكم في مشكلة التجاوزات لكن الترتيب هل هناك تباين ام ان هناك تجانس في فكر القائمة اذا جاز التعبير ما بين الاسماء يعني اشوف باعتمد على كيف نعرف الفكر يعني صراحة يعني انا مرات كتيري مش بالضرورة نظريا اني اكون انا يساري ماركسي او لنيني والاخر ربما عنده فكر الماني قومي عروبي مثلا والاخر عنده فكر اشتراكي وسطي يعني هذا كله مهم بس اليوم اعتقد الموضوع اللي احنا اللي جمعنا في القائمة هو ربما انحيازات لبعض القضايا والحقوق للناس اللي بغض النظر ام تيجي تيجي من فكر اسلامي فكر اشتراكي فكر يساري انا مثلا بؤمن زي ما غيري في القائمة بانه ضرورة العدالة عدالة صادي واجتماعي بين الناس تكافه في الفرص اؤمن بانه هذا الظلم والاضطهاد والفساد اللي بهدر الفرص امام الشباب والموارد الامي هذا لازم ينتهي اؤمن بانه الناس لازم تشارك في صنع مستقبلها اؤمن احنا بالقائمة بانه بصراحة بقول بساطة انه على الناس المهمشين والغلابة والفقراء هذول انهم يخذوا حصتهم بكفي بظل يدفعوا الثمن هلا انا لما بقول انا امر بفكر مقاومي مش بالضرورة لازم انا اكون يعني احمل بندقية انا مثقف مفكر بدعي انني صاحب رأي هذا الرأي هو يميل ينحاز لمن يقاوم انا داعم فكريا للمقاومي انا مش بالضرورة انا حامل بندقية انا حامل كلمي السان كنفاني ابن الاذكر هو مقاوم درجة طراز اول ما حامل بندقية وبالتالي توفيق زيادة نفس الشي مقاومة طراز اول احنا محمول يعني دورة سعيد مقاومة طراز الاول اللي بقوله انه احنا نسجمنا في ربما رؤيتنا لشو المواطن بده الاجتماعي والاقتصادي السياسي مهمي بس اقول لك التدقيق في البرامج السياسي حتشوفه لاحقا لكل القوائم وش راح تلاقي فروقات كبيرة من اليمين لليسار كلهم بدهم فلسطين دولي مستقلي وعاصمة الكدس وعودة اللاجئين وبدهم يستيطر على المعابر والموارد والسيادي بتعرف هذا الثوابت لكن الاختلاف اللي حيكون وهذا المحك هذا المواطن اللي بنتظره المواطن بده ينتظر انه انت شو بدك تقدم له انت برنامجك الاقتصادي والاجتماع على شوه كايم هل تكرار لتجارب سابقة هل فيه انحياز للاغنياء والاثرياء ولا فيه زي أنا ايماني من شو من اليوم معك طلعت في مقابلات عدي انا مش مستجد انا رأيي من عشرين عام وانا ادافع عن الناس اللي بنطحنه في السياسات الليبرالية الاقتصادية الاجتماعية تم تبنيها وذلك نعتقد انه مفهومي انا لموضوع التجانس هو اقرب لمفهوم انه احنا مواقفنا من بعض القضايا والحقوق شهي هل مش كلنا يساريين اذا دخلت في هذه الزاوية دكتور وانا يعني سأمر ذات سؤالة دكتور حسن اليوم المجتمع الفلسطيني كان يعول على حراكات مستقلة هذه الحراكات تبني رؤية وتبني قوائم قوية تنافس حماس وفتح لانه انت عندما تتابع المستقلين تسمع حالة نقدية للأحزاب لكن التيارات هذه لم تستطع ان تقدم رؤية شمولية لا في وحدة جانوسية في القوائم ولا البعد الاخر قوائم عامة قوية متينة متماسكة احنا رح نسمع اكثر من سبع قوائم مستقلة هذا الا تراه ضعف في رؤية المستقلين في البنية العالم لا هو ضعف كيد نتمنى انه كل المستقلين صغروا في قائمة واحدة بس اقول لك الحراكات الاجتماعية المطلبية احترامي وتقديري لهم وعندهم قدرة على الحشد وفيه بتابع بعض القضايا ايش ضد الاتصالات ايش ضد الضمان ايش بعرف شو وبرنا نعيش احنا اللي بميزنا طبعا كل الاحترام لهم كنا بودنا يكونوا هذا جزء من مطالبنا وحتى المزارعين والفلاحين لكن اللي بميزنا انا هذه قضية سياسية بامتياز هذه مش قضية مطلبية يعني احنا صراعنا مالاحتلال وجودنا على هالأرض مش بس بدي عيش وبيدي اتصالات وكي هذا مهم للغاية بس احنا عنا بدافل البعد الاقتصادي والاجتماعي اللي احنا منعتبره ممر إجباري مشان يخلي الناس تتمكن في أرضها وتقاوم وتلتفح حول مشروع الوطني عنا برضو ثوابت سياسية يعني منقدرش نتخلى عن برنامج سياسي وفقط نتمسك في اقتصادي اجتماعي احنا بالنسبة لنا رؤيتنا انا بعتقد انها متكاملة احنا نعتقد وهذا اللي بقوله من سنين و سنين بدك الناس تلتفح حول مشروعك الوطني تصمد وتقاوم وتطلع في مسيرات ومظاهرات وبكرة تصمد في الأغوار وتصمد في الكدس بدك تشعرهم بانهم هذول المتكافئين امام القانون والفرص والخدمات بدك تشعرهم ان هذول المواطنين وفي عقد اجتماعي بربطك فيهم مبني على العدالة ومبني على الثقة وخلاف ذلك انا اعتقد في اطار سياسي عام لان احنا مش مغفلين انه منظمة التحريب ده اصلاح مش مغفلين انه حتى لو بدك تكون بخطوات تفاوضية جديدة لازم يكون فيها رؤية واضحة وضمن ضوابط وضمن نهايات معروفة مش عبثية مش مغفلين انه هذه الثوابت ومش مغفلين ادوار الحزاب اطلاقا مثلا احنا من الناس بنسيبش الحزاب طيب دكتور الان معي دقيقة ونصف دقيقة ونفس ننتقل معك استاذ حسن اتمنى يعني تلخيص دقيقة ونصف حتى نستدرك الجزء الاول من ينظر الى القائمة دكتور حسن يقول ان هناك ثلاث ملاحظات الملاحظة الاولى لأسماء الشابة لم تكن موجودة في مقدمة الأسماء المتوقع نجاحها في القائمة البعد الثاني هناك تكرار لحضورك دكتور حسن وانت يعني عضو عريق وقد يكون هناك رأي يقول عم فشل الدكتور حسن البعد الآخر لماذا لم تستطع خلق شراكة مع حركات موجودة في البلد تحاول ان تصل الى طريق يمكن ان يشكل ممر للانتخابات يعني اولا بالنسبة لنبدأ من الآخر احنا حاولنا كثير ان نكون شركاء مع آخرين في هذا التوجه لكن للأسف طابع يعني خلينا نقول الذاتية والفردية بتغع على الموضوع ولانه ما في ايش بوتك واحد بحيث انه متجانسي مئة في المئة تقبل بالآخر بالصورة الموجودة وكل واحد يبحث عن ذاته وبالتالي هاي مشكلة المستقلين هذا اولا اما تكرار وجودي انا حقيقة انا من المجلس الشعي من ستة وتسعين وبالتالي يعني انا مجرب بهذا الشيء انا بديش احكي عن حالي انا بعتقد كل الملفات اللي بحثناها في المجلس الشعي الاول اللي بدأت بالطحين وانتهت بالاسمنت انا كنت يعني رئيس الليلة الرقابة في حينها وبالتالي يعني كيف الناس وثقت فينا وحتى في المرة التانية رغم ان المجلس ما عملش انا بعتقد ما زال هناك شيء ممكن نعطيه من نتيجة المصداقية والثقة اللي بتبتع فيها لدى الناس وبعتقد يعني الخبرة مطلوبة في المجلس الشعي عندما نجيب كل هالناس هاي مرة واحدة ونحطهم في مجلس انا بتذكرلك انه في المجلس الشعي الاول احنا بجلسنا اربع خمس ثلاث سنوات نبحث عن دور في هذا المجلس الا ان وصلنا الى وبالتالي مطلوب ان يكون فيه خبرة في هذا المجلس يسير الامور هذا الجانب الجانب الاخر اللي بنقول يعني خلينا نقول فيه شباب لا فيه شباب اولا دكتور انوار الشاعر شاب وريم العمري الشاب وتغريد صغير شباب وايضا في قائمتنا بعد ذلك بتشوف فيه لاجئين وفيه مزارعين وفيه كما قلنا يعني اسرى محررين موجودين وبالتالي فيه عندنا كمان اسهد الجامعات وفيه عندنا اطباء وفيه عندنا مهندسين بمعنى كل الطيف الفلسطيني هذا موجود بهذه القائمة لانه خلينا نقول احنا كمان يعني خمسطاشر سنة غيب الشعب الفلسطيني عن مؤسسي منتخبي وبالتالي كان يعني هاي الناس اصرت انه يجب ان يكون فيه جسم حاولنا كما قلت اجرنا حوارات هنا وهناك لكن احنا لم نجري حوارات مع الفصائل ليش؟ عند هذه النقطة خلص وقتك انا لن اسأل اعلق على ما سمعت انا كمتلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا لا اعمل مثلا إذا كان في القائمة نفس التصويت سيكون القائمة ستلتزم بتصويت موحد لما نختلف الأغلبية اللي بتكرر في وثنيك في شراف ونضعم داخلي موجود القصد للعبود الفقري السياسي الاجتماعي البرنامجي يجب أن يكون عليه إجماع واتفاق قام الانتخابات يعني يوحى للبعض وكأنه أنتوا جبتوا ناس نجمي عندهم نجومية وإلهم أدوار اجتماعية عساس فقط جمع الأصوات مثلا أنا بديت نسمع الرأي لآخر وحطيت هذا بجميلة عشر من هوات 15 هذا كذا وجمعناهم حتى نتجاوز مسألة أنه ندخل على التشريعي ولكن أنا أعتقد هذا جيد بس مش هدف بحد ذات ولا يجب أن يكون هو الأساس اللي قامت عليه القائمة في اختيار الأشخاص هذه أعتقد ستكون نقطة الضعف أمل أن يكون نحن مطر على عملنا أسباب يعني كوانين نحن اللي قوم يعني ننظم الرؤية للتركيب نظم وعنا وظيفته أكون معارض وعنا أطرح صحيح صحيح يعني أنا أنا أشاركت في جزء من هاي الحوارات كمنا نتابع بحكم تبعاتنا للانتخابات وهي اللي قائمة تكايفة نأمين رقم واحد وليش هذي الحراق عشرين ثانية آه بالضبط طب ما كانش من إمكان مثلا أنه أنت بخبرتك وحضورك وكوتك تطرح عليها ديمقراطية تعالي عم نحتكم لا نوع من الاستطلاع إحنا مش تنظيم مش تنظيم نا لك حركات بتحاول تتخلو حد وتخرب نبوذج ومش حراق هذا عصبت تنظيمات مش مش كتير يعني مشهجعة في المسألة الديمقراطية وآخر ملاحظة أخي عداء إنت دكتور نا يعني لماذا لازم تكون أنت بأس القائمة يعني لماذا لازم تكون أنت بأس القائمة يعني لماذا لازم تكون أنت بأس القائمة وتضع نبوذج مختلف عشان أنت ترفع القائمة يعني اسمك فعلا دكتور نصر عصبت أثار تساؤلات وهذه التساؤلات تتعلق أيضا برأي المواطن نحن هنا في البرنامج نحاول أن نعطي المواطن إجابات وآنا أسأل يعني على ظلال ما تحدث به عصبت إذا كانت الحراكات والمستقلون لا يستطيعون بناء شكل مقنع للجمهور كيف يمكن أن نعطي قناعة للجمهور أنه تعالوا اصطفوا ورانا لبناء تيار ثالث بالملاحظات التي تحدثت بها اسمك يعني هي ملاحظات مشروعة يعني يا اسمك أظن موضوع إلى حد كبير بس أقول لك هو التيارات اليسارية التي تطلقها على هيسارية ليس في تجانس فكري بينها صحيح خريبة كتير أقرب كتير من أنا وبين حراك ضد الضمان أنا مثلا أطلعش على حراك ضد الضمان على أنه بنسجم معاي لكن تيارات اليسارية قدرة تبني تيار ثالث أنا هي منسجمي تماما فتح كحركة مش عندها انسجام بداخلي تنظيمي كادرة تجمع هالناس وتحطهم فيه طبيعة الشعب الفلسطيني بعد غياب 15 عام من الحياة السياسية والحراك والحوار والاستماع لوجهات النظر الأخرى يبدون صاب بداء أنه أنا أولى إلى توحد أولى إلى أحد وذلك أنا أعتقد أنا مش بالضرورة أوافق أنه لازم كل حراك يجي معنا مع قائمة مستقلين وإحنا أولو معها أنا أتفقش مع الحراكات معظمها لأنه أنا شخصيا أعتقد بأنه هذه الحراكات إلها كان أهداف وحققت بعضها محققش بعضها بس أنا ما بشوف إطلاقا لازم أسلم أنه هذه الحراكات يتمثل صوت الناس يعني بالضرورة بجوز لو بدك تروح تعمل حوار مع الحراكات إحنا عملنا حوار مع ثلما اتحاد المزارعين الفلسطيني جمعيات المزارعين الفلسطيني وعملنا مع المجتمع المدني اللي كان عامل حراك مشان يشوف الانتخابات وعمل أيضا الدكتور حسن مع حراكات أخرى أنا مش بصورتها بس على أقل أنا كنت بصورة اتنين يبدو بأنه في عنا هذا الداء أنا شخصيا أعتقد بأنه مش بالضرورة لازم لكل المستقلين يصيروا في بوتقة واحدة ولا ليش مستقل أنا مثلا خلفتي يساري وانا وبنطلق من هون بس أنا بعدتش أن أفكر بنفس الطريقة اللي بدو تغسر ما تفكر فيها أنا يساري بمفهوم الانحياز للناس والدفاع عن مصالحهم مش يساري بأنه أرفع شعار أنا يساري ما هو اليسار تخلى عن كل الطبقات اللي بقى يرفعها الكادحين والعمال وين هم؟ والفلاحين طحنوا وذلك أنا أظن شوف إحنا بالنسبة إنا بشوفش صحي إطلاقا إنه كل مستقل لازم يكون في قائمة أو جميعهم في قائمة ليه؟ بلك في مستقلين بالتبع أكثر لبراليين بلك في مستقلين بناصر رأس رأس المال وظل رأس المال زي بقول عصمة بلك في مستقلين رجال أعمال بلك في مستقلين جايين من 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 منفلشين من التنظيمات اليسارية والقومية وعندهم مجهة نظر زي إحنا يعني لماذا أنا شخصيا ليش اخترت هذه القائمة؟ حتى لو ترتيبي لماذا اخترت هذه القائمة؟ دكتور نصر هذا سؤال نختم فيه الجزء الأول من الحلقة مشاهدين الكرام بلا شك الحديث عن الهوية والتجانس والقوة والقدرة وحتى المشروع في الساحة الفلسطينية أصابها باختلالات كبيرة الحالة الديمقراطية ليست أصيلة بالمناسبة في الواقع الفلسطيني حتى في انتخابات 96 أسميناها الانتخابات الأحادية 2006 هي ديمقراطية الأحزاب بين جزئين وانهارت على قاعدة الانقسام اليوم هذه الانتخابات أدخلت حالة عشوائية تحت منظومة السياسة هل ستنتج برلمان تابعونا في الجزء الثاني من الحلقة فأصل ونواصل مشاهدين الكرام أهلا بكم من جديد للحديث عن قائمة وطن التجانس والاختلاف والرأي المعارض أهلا بكم من جديد دكتور حسن السحة الفلسطينية تعاني من حالة دعني أقول التشكيك من حدوث الانتخابات وقد تجاوزنا ذلك في مسألة تقديم القوائم المواطن الفلسطيني تعبان لقاحات فيها مشكلة حالة فساد متراكمة انقسام ضرب بنية المجتمع الفلسطيني والبعد السياسي أيضا يركب على المجتمع الفلسطيني كتركيب ثقيل يعني لم تعود حتى الأولويات السياسية موجودة برأيك الشارع الفلسطيني هل سينحاز إلى صندوق الاقتراع لترتيب الواقع السياسي والاجتماع؟ الأشياء أن ينحاز المواطن الفلسطيني لمصالحه وحاجاته وضروراته للمرحلة الخمسطعشر سنين المواطن عانى معاناة كبيرة بطالي فكر عدم مساواة بالوظائف العمومية بيشوف الناس ابتغنى بشكل مفاجئ هو بيقدم التضحيات وغير بوقت هاي التضحيات بالتالي في معاناة حالة إحباط كبيرة في الشارع الفلسطيني أنا بأعتقد اليوم هو امتلك الحق لمحاسبة كل الناس الذين أساءوا له وبالتالي مطلوب أن ينحاز لحاجاته أنا بأعرف أنه فيه ضغوطات نعرف أنه فيه عصى وجزرة نعرف أنه فيه إرهاب ترهيب ماشي الحال بس هو بالآخر عند صندوق الاقتراع أنا بأعتقد يعني فيها نوع من الخوف والهيبة والرهبة لكن هو سيختار يعني نحاز إلى نفسه هذا بالدرجة الأولى وحالين كل حاجاته ومصالبه لأنه على المدى السنوات الطويلة هاي ما كانش عندنا مؤسسة منتخبة تحاسب الناس اللي نحكي عن المال العام ما فيه حدب حسب حدب وبالتالي الحكومة الفلسطينية الحكومات المتعاقبة كانت مبسوطة وسعيدة وما فيه حدا براقبها وبالتالي الأداء كانت أداءا سيئا أداء منحاز حتى بالقوانين اللي صدروها في المرحلة هي قوانين حازت للجهة معينة لصاحب رأس المال الاقتصاد للمال وهي القوانين كلها بنعرفها تماما أيضا في الوظائف العمومية العليا ما فيه حدا توظف إلا عن طريق كتاب عينة كذا وعينة كذا ما فيه رقابة على هاي الشغلات أيضا قضية الكروض اللي بنجيبها من برا ما حدا بسأل عنها المنح اللي بتيجي للسلطة الفلسطينية ما حدا بيعرف وين راحت وكيف راحت وبالتالي غياب مجلس الشيء وغياب قضاء قادر على جلب الحقوق لأن السلطة التنفيذية هيمنت على قضيتين ألغت المجلس الشيء بجرد قرم عبر تركيبة المحكمة الدستورية اللي شوفناها كيف صارت وإيضا في نفس الوقت هيمنت على القضاء من خلال مجلس قضاء اللي بنشوف اليوم وبالتالي لدينا حالة فوضوية كبيرة وبالتالي في قسم من الناس أصلا ما كانش معني أنه يصير في انتخابات لأنه مصالحهم ستتضرر إذا جرت هذه الانتخابات هذا جانب الجانب الآخر الأزمة البنيوية الفصائل يعني اللي قلنا عنها فصائل تاريخية ونحترمها عراسنا تشلت في تشكيل كتلة مانعة أو كتلة جامعة داخل المجلس الشيء لا هي منعة الانكسام ولا واحدة الناس وكل حدا انحاز لطرف آخر من طرفي الانكسام وبالتالي اليوم هم بيعانوا هاي الأزمة هاي أزمة حقيقية وزي ما أخونا منصور قال قبل شوي أنه ليش ما عملتوا برايمري يا أخي التنظيماتي طلسطينية كلها عملت برايمري بس لم تلتزم ولا واحد التزم في البرايمري ولا تأيجها لأنه هم كل واحد القائد فيه منسؤول كبير هو بده فلان يشوف فلان ممكن يحط هذا القضية الأساسية احنا نقول أنه نحن في قائمتنا متجانسين سياسيا وتنظيميا انسى تنظيميا اجتماعيا ومطلبيا وشو بدنا حقيقة لنا برنامج هويتنا أصبحت واضحة للجميع هي هوية الناس اللي بتدعم المقاومة والمقاومين هذا أولا احنا لن ندعم يعني أي مفاوضات تستثني مثلا القدس أو اللاجئين تحديدا اللاجئين أساس ما تدخلوش في مخالفة الدعاية يعني مخالفة هاي خلي أكمل بس كلمة أي مفاوضات لا تستثني هذول أصلا يجب ألا ننظر إليها الجانب الثالث والأهم اللي بنقول عنه مطالب الناس مطالب الناس هي مطالب مشروعة أنا بأعتقد تجربة الناس معانا إحنا في المجلس التشريعي الأول والثاني أنا بأعتقد في نوع من الثقة لأنه كنا صوت لهاي الناس المكهورين والمهمشين وإحنا في برنامجنا بدنا نكتب هيك سنكتب إنه إحنا نمثل الفقراء والمهمشين والفلاحين والمزارعين وكل فئات أبناء شعبنا اللي مظلومة ومع النقابات وغيرهم اللي شفنا الحركات تبعات الشباب وتبعات المعاقين صمدوا في الكعد في المجلس التشريع 42 يوم ما حدا زارهم بس اللي عملهم القانون هو شخص ينتمي للمجلس التشريع وكان ينتمي لكتبتنا وشفت كيف عمل القانون والحكومة اجبرت على الانتزام بقانون التأمين الصحي للمعاقين مش بالدوبة وإنما باحتياجاتهم بشكل كامل أسمت الانقسام البرنامج السياسي البرنامج الاجتماعي قضايا لم نطلع عليها في قائمة الدكتور حسن لأنه هذا يعني سيكون في حلقة أخرى لكن الصورة الكاركتر بن كوسين بكريزما أم البرنامج سيكون الأقوى في قائمة الدكتور حسن يعني أعتقد أنه قائمة وطن يعني الاسم والكاركتر والشخصية والوجوه بتعكس البرنامج وواضح أنه التركيز على الحياة الاجتماعي وهذا له وزن كبير اليوم حقيقة في غزة مصحوكة يعني محاصرة ومعاقبة وفي الضفة يعني خرها الفساد والمحسوبية وكل الكصص وعضاء قائمة يعني سواء كأصوات إعلامية مثل مثل الريم ألا أعرف أكيد أعضاء قائمة في الخارج يعني معروف كيف توجهتها في مسألة إثارة الكضايا الخلافية وخاصة النقدية ضد السلطة وممارساتها الدكتور نصر في قضايا الاقتصادية العميقة والبرامج الليبرالية والسياسات اللي فعلا يعني أدت لإفساد حالة كاملة لسنوات طويلة في اقتصادنا ودكتور طمار نصر خلاشة وبالتالي معتك شخصياتهم تعكس برنامجهم ولكن هذا التركيز على الاجتماعي وهو شوي يعني كمان ممكن أنه يعطيهم جماهير معينة بس كمان ممكن يبعد عنهم جماهير اللي تطلع على السياسي يعني أنت كنت للكساب طبعا إذا هذه القائمة بهذا التوجه وهي قريبة من المقاومة وتكاد يعني تكون متماهية معها في موضوع الرؤية فيما يتعلق بالصراع والمقاومة طبعا أنا بصوت للمقاومة أحسن لي لي ش لأن أنا بدي صوتي يكون مضبون بينما ممكن هو ما يكون له هذه كوة يعني إذا تجاوز الرؤية في الحسن مع أنها يكون جيد بس إذا ما جاوز رح يكون صغيرة في التشريعي وهيك هيك رح تكون محسوبة يعني ممكن هذا الموضوع يدخل بعض الخلط لدى المواطنين ولكن إذا كان وهذه مسألة رح تتضح ملاحقا ما نحكم نحكم عنها مسبقا كيف مزاج المواطن الفلسطيني في التصويت إذا كان مزاج وهذا سؤالنا الثاني أسمت إذا كان مزاج أنت ترى أن المواطن سيعتمد أي من الملفات التي تحرك باتجاه التصويت أعتقد أن الشأن الاجتماعي والمعيشي سيكون هو رقم واحد وهذا قد ينطوي على مفاجآت كبيرة في الانتخابات ما تتفاجأ إذا شفت قوائم يعني أولا هي بتطرح الشأن الاجتماعي ومش محسوبة على لا هي على البنوك ولا على رأس المال ولا هي محسوبة على تيار جذري مثلا موجود في الشارع وعنده سجل طويل في هذا المجال وكمان هاي يعني مش رح تكون متهمة أنه تعزز الانقسام بالعكس هاي ممكن تخلق حال التوازن هاي رح تكون صوتنا في تشريع يحنا بحاجة حد يحكي عن قضايا يعني تصور هذا كله ممكن يلعب لصالح هاي القوائم وما يتفاجأ إذا كانت فعلا هي مفاجأة هذه انتخابات في ظل سكوط وضعف الأحزاب وتراجعها وتخليها على هذه القضايا سواء في حراكاتها ونشاطها السابق أو علاقتها مع السلطة أو فشلها فإنه تشكي الكطب نعم هذا سأنكله لدكتور نصر دكتور نصر هناك من يقول بأن العباءات كثيرة في هذه الانتخابات عباءة رأس المال عباءة دول عابثة وعباءات تتعلق أيضا ب عدم الوضوح إذا جاز التعبير حتى لا ندخلها ضمن خائنة التشقيق العباءات قديش اليوم وصلتكم إحنا عباءة عرورة وطول كرم والخليل وعناش عباءة إحنا بالمناسبة حتى تموين تتفق معي أولا في السؤال لا لا أتفق تماما معك ولا هو في كتير حتشوف قوائم لا امتدادات يعني وتحت عباءة بس إحنا أقول لك بصراحة لو شعرت للحظة أنا شخصيا بأنه هذا تحت عباءة حدا ولا يمكن يعني أنا ما أعرض علي من الكتل وكان ممكن أكون في موقف متقدم لكن أنا ما بقدر أكون تحت عباءة حدا ولا بقدر أبيعها المصداقية اللي بنيتها وأتنقل من مكان لمكان لأنه هذا في النهاية بضرني حتى لو نجحت في التشريح أنا واحد من الناس اللي لما اطلعت على هذا القائم مستقلي وما عندهاش عباءة وتمويل مننا ذاتي بالمناسبة يعني مشان هذا ما حدا بيعرفه يعني بعد اعتماد القائم باسم الكتلي وسنضع لها مدقق حسابات خارجي وسننشر الأرقام الحقيقية بدون أي تزويق ولا تجميل واللي بيجينا تبرعات إذا جاءت من أي جهة مشبوهة لن نقبل به وسنعلن ذلك إحنا بعتمد على هالناس المحترمين الأوادن بعض رجال الأمان اللي في الخارج المناصرين لا اللي بدافع عن ناس فكرتنا وهذا سيعلن بكشف من تبرع وإحنا كمان المرشحين إحنا دائم ساهمين يعني إحنا مدفع من جوتنا أنا مثلا اقتصاديا التشريعي بالنسبة اللي برجعني ثمانين في المئة من مستوى دخلي يعني أنا مش رايح مشان مكسب لما بشوف على الفيسبوك يعني إنو والله هذول رايحين مكاسب بعمل واحد نترة أنا بفقد ثمانين بالمئة على الأقل من دخلي على الأقل بس أنا مش رايح المجلس التشريعي مشان والله هذا الميزي وذلك أنا أقول لك لن نكون تحت عباءة أحد لا تنظيم فلسطيني ولا امتداد دولي ولا دولي ولا رعاية من حدا إذا بشعر إن الدكتور حسن أو غيره في القائمة بدأ يشكل هذه العباءة وإنه ينسجم من العباءة أنا بغادر حتى لما أنجح في المجال إذا لا صمح الله أنا بغادر يعني أنا ما عنديش هذه النزعة اللي والله إنه لازم تكون تحت عباءة ليه ما هو أنت صاحب موقف أنت وطني أنت فلسطيني بكفي تنحاز الناس يعني مش بالضرورة لازم يكون امتداد لحدا ليه وبالتالي إذا الناس بتثق فيك بتثق في طرحك بتثق في مصدقيتك أنا أتمنى يصوتوا لأ مش إلنا بالضرورة لأي حدا بيثقوا فيه بس الناس تتجنب تتصرف في الانتخابات كقطيع نظام الفزاد لأنه ما بزبط بس ينتجوا نفس المشهد ونفس الوجوه يطلعوا يذمروا ويطلعوا يسبوا ويسخطوا عندها لن يجدوا من يساندهم وذلك ينحاز اليوم للصوت الحر ينحاز اليوم للي ما عندوش أجندات إحنا لا جزء من انكسام أنا على الأقل دكتور حسن وغيرنا هالف الكريب ولا جزء من بيع الوطن للخارج ولا جزء من أنه استزلام واسترزاق من أي جهة كانت واللي يقيلوا علينا أنه في يوم الآن تلقينا دولار واحد أنا شخصياً أولي معاه دولار واحد من أي جهة بدون مقابل أجر حقيقي أنا بشتغل فيه وبشكل مشروع أهل أو سهل فيه تفضل يفتح الحسابات وذلك نحن لسنا مع عباءة حد وندرك أن العباءة ستضر بالمناسبة العباءة ستضر ستضر قوائم كتير إذا فعلاً تكرست عند الناس أن هذه القائمة تحت عباءة حدا إحنا حبيبي ولا ما إحنا تحت عباءة حدا إحنا تحت عباءة زيما كنت لك بلدي عرورة وطول كريب والخليل ودير جريل إحنا مع الناس شيء نعم دكتور كما هي الخاتمة في الجزء الأول دقيقة ونصف دكتور حصم مكثفات سأسأل سؤالاً يتعلق بواقع القائمة الآن أنتم قدمتم قائمة وطن هناك قائمة حماس وصلت فتح ستقدم خلال الساعات القادمة الجفة الشعبية وأيضاً حركات أخرى إذا أردنا أن نضع قائمتكم من خلال البعد الرقامي أين ستكون؟ يعني أولاً أنا أتمنى أن أكون بالمقدمة أو يعني خليني نقول بعد الحزبين الكبار هذا واحد اثنين أنا بدي أكد أنه ما في في القائمة أخي دكتور نصير ما في في القائمة أحد ينتمي لأي تنظيم فلسطيني موجود في الساحة أثنين إحنا لم نكن في يوم الأيام لا تحت عباءة كذا ولا تحت عباءة حدا ولن نكون هذا الجانب مهم إحنا كلتنا هويتنا معروفة وبالتالي يعني نخوض الانتخابات بمالنا إحنا بأموالنا الخاصة مساهمات فردية من أعضاء هذه القائمة حتى الناس اللي متأخرين رقم أربعين بدهم يساهم بس إحنا بنقول إن الله لا يكلفه نفسا إلا وسعها وبالتالي قديش كل واحد عنده لأنه مش رحنا نخوض حملة مش رحنا يعني لأنه نضاهي حماس ولا نضاهي فتح ولا نضاهي مثلا دحلان ولا سلام ولا حدا إحنا اللي بنعتز فيه بنفتكر فيه إنه إحنا أولاد هالبلد بنناضل مشان أولادنا ومشان مستقبل أولادنا وأيضا إحنا ملتزمين دائما كما كنا سابقا مع المهمشين من أبناء شعبنا وبالتالي يعني لا نبحث لا عن مال ولا عن جاه ولا إحنا نبحث كيف بدنا إحنا نختم وضعنا بخدمة أبناء شعبنا حتى نعمل مستقبل لأولادنا يعتزوا فيه ويفتخروا فيه لأنه الحاضر قاسي جدا نتأمل أنه نستطيع أن نساهم في بناء مستقبل أفضل وبعتقد مرة تاني أنه إحنا سنكون إن شاء الله في وضع جيد في هذه الانتخابات أسمت يخيفك العباءة في هذه الانتخابات جدا وكيف ترى القائمة التي نحن بصددها اليوم في هذا الجانب حقيقة العباءة يعني هي رح تكون هاي أكثر عامل مخيف وهاجس عند الناخب أي أنواع عباءة أسمت؟ دول إقليمية جهات يعني في عباءة نحن نحكي دول الإمارات حتى يعني الإمارات وقتر حتى يعني قطر ليش يعني يعني هكي ممكن دول قريبة أيضا الاحتلال كم يؤثر أسمت عباءة الاحتلال كنت وصل لعباءة الإدارة المدنية والاحتلال أكيد مؤثرة وأعتقد أنه كون يعني القائمة يعني سيكون أكثر عامل يضعف القوائم هو ارتباطها وهي يعني حاول خصومها يلسكوا في كل قائمة يعني أنه أنت محسوب على كذا من خلال يعني حتى لو فيش إشي سببي أو غير مباشر لذلك أنا أعتقد هاي حملة اللصاق قوائم بجهات سواء محلية أو رأس مال أو خارجية سيكون أكثر عامل مؤثر وجيد أنه القوائم تكون يعني منتبهة لهذه المسألة يعني الحديث يعني لاحظ كدهش ركزوا الإخوة هون في مسألة إنه مش عباءة حدا ومالنا من جبتنا المال والعبامة هي يعني مال أعتقد هذا سيكون مؤثر فيه قوائم رح يكون صعب إلصاك تهمة مثلا دحلال عليها يعني صعبتاش تكون مثلا صعب الكريم دحلال يعني هذا بتقول إيش العكل بس بجوز تلبس إشي ثاني لذلك يعني هاي رح تكون قضية مؤثرة يعني بخلاصة عسمة لو أردنا أن نتحدث عن الجمهور الفلسطيني ونظرته للدعومات الخارجية بين قوسين أو الداخلية حتى مدى وعي الجمهور لهذا المتغير الخطير لا هناك وعي يعني باستثناء يعني المحزبين أو البنتون لتيارات هي بتعتبر له هذا الدعم أعتقد أنه الشارع كشارع ينفر من الدعم عند هذه النقطة ينفر أن الدعم دكتور ناصر تلخص لهنا المشهد ما بين الوجوه لقائمتكم الخط السياسي في الساحة الفلسطينية والتيارات المختلفة والاستقلالية كيف يمكن أن تركب المشهد بدقيقة يعني إحنا وجوه في القائمة يعني تماما تتصف بالاستقلالية والحياد بس مش الحياد والاستقلالية عن الوطن وقضايا هذا في فهم عند الناس خاطئ إحنا منحزين للوطن بس إحنا مستقلين عن التنظيمات والأحزاب لأنه لا تبنى كل وجهات نظرهم قد نتفق واتن نختلف لكن عندما تيجي لقضايا العلاقة بالوطن وحقوق المشهد وحايدين إحنا أنا معهم المشهد السياسي الفلسطيني كله واضح أنه معقد فيه حيكون تنافس كبير خصا بين العباءات المختلفين أنا هذه حصص من الكعكيم لكن أقول لك لن يعاد مشهد الـ 2060 أنا بضمن لك واللي كان يعتقد بأنه قوي في الساحة أظن ضعف كتير تنساش في ذهن المواطن الفلسطيني لمن تخبش من 15 عام فيه تجربة طويلة مريرة في الضف الغربي وكطاع غزة مش هنكون منصفين وعادلين وذاك لما بديوا استحضر هذه التجربة وبيديوا صوت هو ميال اللي يصوت لناس مجرى بهم مش سادقا الناس وجوه جديد على الأقل تعدوا بس هذا لكن لو عدوا منفذوش بالعكس حطموه أجرب الناس اللي على الأقل لم يعطوا فرصة يعني لزينة ولا عضو مجلس دارف أي مؤسس فيها البلد أنا صارت ولا حتى وظيفي يعني دنيا وعطيت فرصة طيب يزا لم يعطينا فرصة على الأقل مش أن نختمك إحنا مش جايين لا لمزايا باقصادية ولا شي إحنا جايين نحازلك كما كنا على مدار 30 عام وذلك نعتقد المشهد السياسي مش رح يتكرر أعتقد ستجد ناس بيصعدوا لأن في الانتخابات والتناقي أحزاب قوية تتراجع كتير في حجمها في حجمها مش رح تكون زي أول تجربة مهمة وإحنا نتمنى لكل نجاح بس إحنا سنبذل قصارى جهدنا ونصوص لصوتنا مش نفرض عن الناس رأي وإنما إذا اقتنعوا ننتخبونا أشكرك أشكرك دكتور نصر دكتور حسن بالإضافة للزميل أحبت أسأل إذا في ثواني هل من المرشح مسيحي في قائمة نعم لدينا مرشح مسيحي هو ابن أقو الكبير الأب منوال مسلم بناء على طلب من الأخ منوال مسلم إذن مشاهدين الكرام هنا على الأقل نتحدث بشكل واضح في هذا البرنامج انحيازنا للمواطن الفلسطيني لواقع المواطن الفلسطيني الذي يعيش تحت حالة ليست سليمة هنا نسمع صوت القائمة للوصول إلى الجمهور ونسمع الجمهور الرأي ليبلور الصورة ويبلور أيضا أسئلة سنتلقاها في التعليقات متابعين الكرام سنكون معكم هذا الصوت في فلسطين تنتخب إلى اللقاء